تنضم إلينا من بغداد هبا تميمي مراسلة أقاير الإخبارية أهلا بك هبا إذن الحكومة العراقية الآن عليها عبء كبير للسيطرة على الحالة الأمنية في العراق في ظل هذه الحالة الإقليمية التي ألقت بظلالها أيضا على العراق في نفس الوقت ماذا لديك في هذا الشأن؟ نعم يا أميمة مساء الخير يقتسمر هذا السيناريا الصدوة رد من قبل القوات الأمريكية والفصائل المسلحة الموجودة في العراق منذ انطلاع الأزمة بعشرة أيام كانت الفصائل لم تتوانى لحد هذه اللحظة عن استهداف القواعد الأمريكية في داخل العراق وفي عمق السوري يعني وصلت الأعداد وأحصت الأعداد وخصوصا أحصت واشنطن أعداد كبيرة من الهجوم وصلت إلى 103 هجومة على القواعد الأمريكية في داخل العراق والسودية فبالتالي القيادة المركزية والقيادة الأمريكية منزحجة من هذا الاستهداف المتكرر على القواعد الأمريكية وداخل العراق وحتى في سوريا فكذلك حتى الحكومة لها إجراءاتها الصارمة بشكل مستمر بخصوص الاستهدافات المتكررة اليوم قبل دخولنا على البت المباشر كانت هناك يعني أعلن الجهاز مكافحة للرهاب يقبل كونستان بإسقاط طائرة مسيرة مفخخة يعني قرب مطار أربيل الدولي أسقطتها يعني قوات التحالف الدولي فبذلك لا تدج أي أضرار يعني بشرية أو أي أضرار في البناء التحتية وبخصوص أيضا قبل يومين كان هناك أيضا استهداف على قاعدة نفس هذه القاعدة قاعدة عين حريرنا مما أدى أيضا إلى سقوط هذه الطائرة المسيرة المفخخة في القاعدة الأمريكية وقاتل ثلاثة جنود من ما أزعج القيادة الأمريكية ويعني بايدن تصرف ورد على هذا الاستهداف الأخير البيت الأبيضة وخصوصا التجر الثلاثة كان استهداف في محافظة بابل على مقار الفصائل المسلحة مما أدى إلى مقتل يعني مقاتل وإصابة ثمانية عشر ستة منهم من الفصائل المسلحة واثنى عشر من متسبي في وزارة الداخلية كانت أيضا أرد الحكومة على وأدانة الحكومة على الاستهداف خصوصا تمس السيادة الغراقية بخصوص الاستهداف الأخير على مقار الفصائل المسلحة باعتبار أنه يحز السيادة الغراقية ومنددت هذا الاستهداف الأخير ويستمر السينار والحكومة هي دائما تقول في كل محفل وعندما أيضا عندما تلقي رئيس الوزر محمد الشاعر السوداني اتصال هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي وخصوصا بعد الحادث الأخير على مقار السفارة الأمريكية عند الاستهدافة أيضا بصواريخ مما أدى أيضا إلى الأضرار في المقار السفارة فكان أيضا يتواعد دائما بحماية البعثات الدكوماسية وهذا من ضمن أولوية الحكومة أيضا العراقية بخصوص الاستهدافات المتكررة والمتبادلة بين الفصائل المسلحة العراقية نعم بين الفصائل المسلحة العراقية وكذلك تضحت السورة هبة أشكرك شكرا جزيلا كنت معي من بغداد مراسلة أقاهرة الإخبارية هبة التميمي